في معانا كمان الاستاذ وليد ابو ليالي الاستاذ وليد ابو ليالي بيقول زروف شغلي بتخليني احيانا اخلف الموعيد غصبا عني علي يا زنب اذا كان الامر امر قهري وموعيد شغلك بتتصل باللي هو او بتكلم باللي هو الطرف التاني اللي انت بتشتغل معاه ان ظروف قهرية كذا وكذا وكذا ونأجل المعاد او نغير المعاد وما فيش اي ضرر بيقع على اي حد لا حرج عليك يا استاذ وليد وربنا يسطر عليك ويصلح ما بين ايديك امين